السلام عليكم عشاق ابل ونظام الايوس تحديث اي او اس ستة عشر سيقدم ميزات رهيبة غير موجودة في الاصدارات السابقة ميزات جديدة في الاي او اس ستة عشر او ستة عشر او ستة عشر كل هذا واكثر عزيزي كرام سوف تشاهدوني ان شاء الله في هذا الفيديو لكن قبل بعد اتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على الزر لايك والشارك وفعل زر الجرس ولا تنسى مشاركة الفيديو مع اصدقائك ولا تنسى الضغط فضلا وليس امرا على الزر الشراك لاني قريب من خمسين الف ارمرجو منكم دعم القناة بقوة وشكرا لكم تستعد ابل لاطلاق النسخة جديدة من نظام التشغيل الخاص بهواتفها حيث كشف تقرير جديد ان تحديث الاي او اس ستة عشر سوف يقدم ميزات جديدة غير موجودة في الاصدارات السابقة من النظام الميزات الجديدة في تحديث اي او اس ستة عشر وفقا للتقرير سوف يقدم تحديث اي او اس 16 طرقا جديدة للتفاعل بين النظام وبعض التطبيقات الابل الجديدة حيث قال مارك جورمان ان الاصدار القادم من تحديث النظام من المتوقع الاعلان عنه خلال الاسابيع القادمة وبحسب جورمان فمن غير المحتمل ان يقدم نظام الاي او اس 16 تحسينا كبيرا لنظام التشغيل ولكنه سيتضمن طرقا جديدة للتفاعل وبعض تطبيقات الابل الجديدة كان المستخدمون يعملون منذ فترة طويلة في ان تجلب ابل عناصر واجهة مستخدم تفاعلية الى نظام التشغيل اي او اس منذ ان تم تحديث الادوات باستخدام الاي او اس 14 لم يتم تغيير الادوات الذكية مع نظام التشغيل اي او اس 15 وظلت غير تفاعلية لذلك هناك هنا يتوقع المستخدمون حدوث تغييرات كبيرة في عنصر واجهة المستخدم لنظام الاي او اس 16 وتشير التقارير انه من غير المتوقع ان تقدم ابل اعادة تصميم النظام بشكل كامل ولكن يجب ان تكون هناك تغييرات كبيرة عبر النظام وطرق جديدة للتفاعل وبعض تطبيقات ابل جديدة ذكر التقارير ايضا ان تحديث الواتش او اس 9 سيكون ايضا تحديثا مهم مهم جدا حيث ذكر تقارير سابق ان نظام الاخطار المحدث وميزات جديدة للسبوع الصحة والليقالي الاي او اس 16 فهي ضرورية من المتوقع ان تصدر المزيد من التفاصيل حول التحديثات القادمة التي سوف تسلقها ابل لاجهزتها سواء اللوحية او الهواتف او الساعات الخاصة بها ما رأيكم في التحديثات التي تصدرها ابل وما رأيكم بهذا التحديث وتحديث ال اي او اس 16 شاركوني اراءكم عبر التعليقات ولا تسوضع من القناة احبكم في الله مع السلامة